شدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود من خزان صافر النفطي إلى أماكن آمنة محذرة من أي تقاعز دولي في ظل الهدنة الأممية القائمة جاء ذلك في بيان البرلمان العربي الذي حذر فيه من استمار تلعب مليشيا الحوث الإرهابية بملف خزان صافر وتغيير مواقفها واستخدامه كوارقة ابتزاة سياسي مضيفا إلى أن عدم سماح المليشيات الحوثية بصيانة الخزان النفطي قبالت ميناء رئيس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر يجعله مهدد للخطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزانة ما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى أثارها البلاد ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة لاتخذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام مليشي الحوث الإرهابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة مؤكدا دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر